وهي مباراة في منطقة الإهمية لأنها للسعداد الأول أو الخطوة الأولى في مشوار السعداد النادي الأهلي للمونديال الأندية إن شاء الله اللي بيقرب 5 فبراير أنتم متخيلين يناير طار يناير كله طار وحتى اللحظة ما بدأش الأهلي لأسباب كتيرة جدا وفي أغلبها أو في معظمها أسباب منطقية للسعداد للمونديال الأندية لكن ماتش سموحة هيكون خطوة أولى ليه بقول لحضراتكم الكلام ده لأنه الأهلي هيتخلى عن شبابه وشبابه اللي تقلقوا وأبداعوا وقدموا ثلاث مطشات كبيرة جدا في بطولة كسر ربطة بداية مع الجنع مرورا بالإسماعيلي وصولا للمقاولين مشوار يستحق التحية ما حدش يقدر ينكر ده لكن بداية من مطش السموحة إن شاء الله تشكيل الأهلي وقوام الأهلي الأساسي راجع المباراة دي إن شاء الله هتشهد عودة عدد كبير جدا من لعبين لقائمة النادي الأهلي منهم محمد مجدي أفشا منهم رامي ربيعة منهم طاهر منهم الشحاية بيرسيتاو مكسوني وغيرهم وغيرهم هستعرض مع حضراتكم القائمة بالكامل النهاردة أو على أقل الأسماء اللي هترجع للمطش بتاع سموحة مباراة في منتها الأهمية هيخدها مصر موسيماني خطوة إعداد أولى طبعا قبل ما نروح المونديال والكلام كتير كمان على المونديال النهاردة وخصوصا المنافس الأول لنا طبعا مفتاح البطولة بالنسبة لنا مونتري المكسيكي مشوارنا مع مونتري مش أنا دائما لا أؤمن بالتاريخ سواء لو كنت بكلم على الأهلي أو على المنتخب ما بحبش قوي أركن لفكرة المواجهات وفكرة الكعب العالي وفكرة مين عنده رصيد أكبر من الفوز وغاية لآخره لكن برضو بيتحط في الاعتبار يعني مونتري تغلب أو وجهنا مونتري مرتين قبل كده والمرتين تغلب فيهم علينا لكن مونتري لها قابلنا السنة دي مختلف في أكتر من سبب يدعوك للتفاول أولا مستواء اللي بيقدي به في البطولة المحلية قبل ما ييجي قابلنا في بطولة كاسة العالم ما تقدرش تقول أنه في أحسن مستواته ويحتلح علينا مركز السابع في جدول الترتيب نمرة اتنين أنه عنده ظروف مشابهة جدا لظروف النادي الأهلي عنده تقريبا في حدود من 9 إلى 10 لعيبة بيشاركوا مع منتخباتهم برضو في تصفيات كاسة العالم ومفترض أنه المتشاط دي هتخلص يوم واحد أو اتنين أو تلاتة على حسب طبعا الموجات لأنه فيه عنده لعبين بيلعبوا مع منتخب المكسيك سبعة ستة أو سبعة لعيبة والباقيين بيلعبوا مع منتخبات أمريكا الجنوبية كل أحد بيلعب مع منتخباته عندهم لعيبة محترفة يعني وبالتالي هيبقى عندهم صعوبة شديدة جدا في أن هم يحضروا ويجهزوا للمباراة بتاعة الأهلي في بطولة كاسة العالم الوقت بالنسبة لهم هيكون دايئة خصوصاً أنك تتكلم عن رحلة سفر هتكون طويلة جدا ومرهقة جدا إحنا الأهلي قاهرة بوظبي كلام فاضي تكلم في إيه في ساعة أو ساعتين لكن بتكلم على أمريكا الشمالية ورحلة طويلة جدا بالتأكيد هيكون لها تأثير على جهزية مونتري فالمواجهة ظروفنا كمان السندي في البطولة دي مفترض أنها أفضل كتير من المواجهات السابقة أنت رايح السندي وانت بتشارك لمرة تانية على التوالي رايح السندي والجيل ده بيأكمله عنده الخبرة في مواجهة الفرق الكبيرة لعبه ثلاث مطشوات في منتهى القوة في البطولة اللي فاتت لعبه قدام باي المينيخ واحد من أفضل فرق العالم وقدمه عرض كويس لعبه قدام باي الميراس بطل برازيل بطل أمريكا الجنوبية وقدروا أنهم يتغلبوا عليه بحقابة البرونزية فالناحية المعنوية وحتة الخبرة بتصب بشكل كبير جدا في مصلحتك سؤالنا مستمرة على السوشال ميديا زي ما حضراتكم عارفين طبعا على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام اختياركم لأفضل ثلاث لعبين في مغارات المقاولين قبل ما نروح لمواجهة سموحة إن شاء الله يوم الخميس قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نستعرض مع حضراتكم أهم أخبار وعنوين حلقة النهاردة من السادسة الأهلي بيبحث مع عفيفة الترتيبات النهائية والمساحات قبل مونديال الأندية الأهلي السعيد 12 لاعبا قبل مباراة سموحة ومنطرية المكسيكي بيفلت في الدقائق القاتلة بتعادل في آخر مبارياته بالدوري المكسيكي منتخب مصر بيدخل معسكرا يوم 21 مارس استعدادا لمواجهة السنغال والسولية صاحب أفضل تمرير حاسمة في مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا موسيقى